اشتركوا في القناة بس انه هذا حق كتابي حق الهي من حقك انك انت الطالب فيه زي ما حضرتك بتقول كده لانه مهم جدا ان انا علشان امشي في طريق الشفاء واشوف الشفاء في حياتي لازم اعدي حاجز اسمه ان انا ممكن اتعصر في ربنا اتعصر بسبب ان انا شفت بسبب اختبارات بسبب امور سمعتها عن حياة ناس اللازم اجي بالتضاع هو ان انا اقول ان صراء الله ده معناه ان انا متضع اقول له رب انا مش فاهم كل حاجة في حكم الهي انا مش يعني مش مدركها بس في نفس الوقت الحكمة ما تهزش ثقتي انه مشيقت الرب الشفاء وانا حكمل الشفاء لانه هي دي الحتة اللي حصلت مع المرأة الكنعانية انها ما تهزتش كان عندها يقين ان مهما سمعت مهما شافت مهما اي حاجة ده درجة اجرؤ واقول انه حتى لو الرب جاء بيقول لها كده انه لا الشفاء مش ليكي لا انا واثقا الشفاء ليه مش هتعصر في ربنا ودي قصة نتعلمها من يوحن المعمدين لا وهي حطت الرب تحت الامر الواقع يعني قالها ليس حسنا ان يطرح خبز البنين للكلاب فهي جاوة بنفس السيف قالت والكلاب ايضا تأكل من الفتاة يعني الاسيان الفكرة انه جاي وفي راسها انه عاوزة تاخد الشفاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة